أعلنت اللجنة الوزرية مكلفة بمتابعة إصلاح التعليم في موريتانيا أن جلسات التشاور بشأن التعليم والمتعلقة بلغات التدريس والمقررات الدراسية ستنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل وشدد الوزير الأول الموريتاني محمد والبلال على ضرورة تحديد الاختلالات في المنظومة التربوية لاعتماد قانون توجهي في أسرع وقت وعمنا مقرر أن تختتم مشاورات قبل نهاية الشهر القادم على المستويين الجهوي والوطني من نواكشوت ينضم إلينا مدير صحيفة مراسلون محمد باللعمش السيد محمد مرحبا بك معنا إذن ما هي السياقات التي تدفع السلطات لفتح هذا الورش ورش إصلاح قطاع التعليم؟ أي تحديات يواجهها في موريتانيا؟ شكرا جزيلا بالنسبة للموريتانيا هناك إجماع وطني على أن التعليم متدهور وأن كل السنوات الماضية شهدت تدهورا متتاليا في منظومته وبالتالي كان مطلبا مليحا لكل أطياف سياسي الموالي والمعارضة كان إصلاحه مطلب مليحا لكل أطياف سياسي الموالي والمعارضة وهناك إجماع وطني حول إصلاحه وهناك وعد من رئيس الجمهورية على إصلاح المنظومة التربوية ومن أجل ذلك قام بإنشاء مجلس أعلى التهذيب تم تعيين عليه شخصيات مرجعية في هذا الموضوع منها الوزير الشهير أنبقوهمت محمد فال التي عرفت بإصلاح نموذجي قبل أن تغادر في انقلاب الفين وثمانها الأيام القادمة ستشهد هذه الأيام التشاورية التي من المهم أن ترسم فيها خارط طريق إصلاح التعليم الجديدة بمعنى أين القصور أستاذ محمد يعني خاصة أن السلطات إلى غاية اللحظة تقول أنه حققت خطوات مهمة في هذا المجال وربما تستكملها بهذه اللقاءات بينما أغلب المراقبين والمتابعين يوجهوا انتقادات تتكرر كل موسم دراسي جديد ومع كل انطلاقة موسم دراسي خاصة ربما بالنظر للنتائج القياسية لوصفت بأنها مخيبة ومخيبة جدا على مستوى نسبة النجاح في امتحانة الثانوية للسنة الماضية نجاح الباكالوريا نعم نسبة النجاح الثانوي العامة والباكالوريا كما تسمى هنا هي تصل إلى ثمانية في المئة فقط وهو رقم متذني بمقارنة عدو الجوار المغرب أو السنغال أو غير ذلك يعني هناك ملامح أخرى من المنظومة من الفشل التهديب التعليم في موريتانيا وهو ضعف المستويات وعدم قدرة متخرجين من الجامعة حتى أو من الثانوية العامة لديهم أخطاء لغوية أو إملائية وغير ذلك يعني تعليم مجمع هنا أنه فاشل مخرجات التعليم هناك أيضا ملاحظات حول المناهج التربوية واللغات التريس حيث أن الإصلاح التعليم سنة 1999 وقال إنه تم بطريقة ارتجالية وبالتالي هو فرض العربية على الموريتاني الأفاري قال من أصل الزنجري وفرض الفرنسية على العرب الذين لا يتقنونها وبالتالي للعرب أصبحوا يتكلمون الفرنسية والزنوج أصبحوا يتكلمون العربية وبالتالي لا يصلاح في هذا الشأن هناك أيضا المؤسسة التربوية من نفسها والبنى التحتية هناك بنى تحتية متهالكة هناك إشكال المدرسة الجمهورية حيث أنه في نواكشوت مادران كنموذج المدرسة العمومية المنكر الدولة يدرس بها أبناء الفقراء وأبناء طبقات الهشة ربما الحراطين والعبيد السابقين بينما أبناء الطبقة المتوسطة والثرية يدرسون في المدارس الخاصة وربما في المدارس الأجنبية بنواكشوت المدرسة الفرنسية المدرسة المدرسة المريكية التركية المبنانية وغير ذلك يعني هناك إشكال في الانسجام التعليم وانسجامه أبتالي عندما نتحدث عن التعليم ومشاكله أستاذ محمد نتحدث عن مشاكل المدرسة العمومية في موريتانيا لا ينسحب هذا على القطاع الخاص هناك أيضا جانب آخر بالنظر لتحديات البيئية اللي فرضتها كورونا وربما التعليم عن البعد إلى أي مدى أيضا فرضت تحديات جديدة يجب تدارسها وتداركها بالنسبة لها التحديات التي تشيري هي تحديات ترفيهية بالنسبة لنا نحن أولا ما نزال في مرحلة بداية ربما من الكتاب ودفتر والقلم وغير ذلك السبورة أما ما تنشرين من التواصل عبر التقنية الجديدة وأن يكون الطالب لديه منظومة يمكن أن يدرس من منزله يعني هذا حلم بالنسبة لنا نحن في منظومة بداية نحاول إصلاحها من أجل أن تبقى بداية طبيعية وربما الدراسة عبر الانترنت أو الدراسة عبر التقنية الجديدة هذا حلم بالنسبة لنا كنت فقط أشير أن هناك وعد لدى رئيس جمهورية والدى الحكومة الحالية بأن تلزم أن يكون التعليم العمومي إلزاميا من نسبة لمرحلة الابتدائية وهناك مقصد يعني يتعلق بالوحدة الوطنية وهو أن تفرض أن المدرسة الابتدائية تكون مكان لإلتقاء جميع الشرائح الفقراء الأغنية الطبقات الهشة العرب أغيرهم وبالتالي يضمن هذا التواصل انسجام وطني وداعي للوحدة الوطنية واضح شكرا جزيلا لك من واكشوت مدير صحيفة مرسلون محمد بالعمش